نتابع الكلام في الفصل الأول ونتناول الآن ثالثا فروع المحاسبة branches of accounting بصفة عامة نستطيع القول أن المحاسبة لها فرعين أساسيين هما المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية عشان نفهم الفرعين دولا لابد أن نتذكر ما سبق تناوله في ثانيا وهو أنواع مستخدمي المعلومات المحاسبية كان هناك مستخدمون من داخل الوحدة ومستخدمون من خارج الوحدة طبعا بنجد أن هناك بعض فروع المحاسبة الأخرى التي تقوم بتوفير معلومات محددة إلى مستخدمين معينين يعني إحنا هنا بنتكلم على أن الفروع نشأت نتيجة تعدد المستخدمين للمعلومات المحاسبية واحتياجهم لأنواع مختلفة من المعلومات هذا التعدد أدى إلى تعدد فروع علم المحاسبة هنشوف مع بعض أولا عندنا المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية نستطيع القول بأن بناء على أن هناك مستخدمين داخليين وهناك مستخدمين خارجيين بناء على ذلك سيكون هناك فرع يهدف إلى توفير معلومات لكل نوع من هؤلاء المستخدمين الفرع الذي يوفر معلومات للمستخدمين الخارجيين يسمى بالمحاسبة المالية بينما أن الفرع الذي يهدف إلى تقديم معلومات للمستخدمين الداخليين هو المحاسبة الإدارية هذا باختصار الفرق بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية طبعا سوف نتناول تفصيليا ما هي كل فرع من هذه الفروع وكذلك كيف يقوم بتوفير المعلومات اللازمة للمستخدمين فعندنا أولا هنجد المحاسبة المالية Financial Accounting هي ذلك الفرع من المحاسبة الذي يهدف إلى توفير معلومات محاسبية تساعد كما ذكرنا المستخدمين الخارجيين للمعلومات المحاسبية تساعدهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية هذه المعلومات يتم تقدمها من خلال ما يسمى التقارير المالية Financial Reporting كما أشرنا إليها وهي كانت في المرحلة الخاصة بالكلام عن وظائف المحاسبة في الجزء اللي كان اسمه التوصيل أو الإفصاح كذلك نذكر هنا أن المعلومات التي تحتويها التقارير المالية هي معلومات ذات طبيعة عامة والسبب في ذلك أن هناك تعدد في مستخدم المعلومات من خارج الوحدة كما ذكرنا عند الحديث عن مستخدم المعلومات المحاسبية لهم المستخدمون الخارجيون ونظرا لأنهم متعددون فواجب أن نوفر لهم معلومات ذات طبيعة عامة بحيث يمكن لكل هؤلاء المستخدمين أن يستفيدوا من هذه المعلومات عادة تقدم هذه المعلومات بشكل سنوي وإن كان يمكن أيضا تقديمها في فترات أقل من ذلك إلا أن الشكل المعتاد أو الشكل الشائع هو أن تكون هذه التقارير بشكل سنوي لكن يمكن أيضا أن تكون بشكل ربع سنوي وأيضا بشكل نصف سنوي ده فيما يتعلق بالمحاسبة المالية التي تهدف إلى خدمة المستخدمين الخارجيين أما الفرع الذي يهدف إلى خدمة المستخدمين الداخليين فهو المحاسبة الإدارية منجيريا الأكاونتينج فأيضا هو نفس المفهوم السابق ولكن المستخدمون هنا هم المستخدمون الداخليون اللي هم بيقوموا باتخاذ القرارات وبناء عليه نستطيع أن نقول إن هي التي تهدف إلى خدمة الإدارة لأنها هي التي تقوم باتخاذ القرارات ويتم توفير هذه المعلومات باستخدام التقارير أيضا ولكنها تقارير داخلية تقدم إلى إدارة المنشأة هذه التقارير الداخلية لا تحتوي على معلومات عامة كما كان في المحاسبة المالية وإنما هي تحتوي على معلومات تفصيلية للمساعدة في اتخاذ القرار لأن الإدارة تحتاج إلى تفاصيل أكثر كما أن هذه التقارير ليست تقارير سنوية وإنما تعد على حسب طلب الإدارة لهذه التقارير لأن احتياج الإدارة للمعلومات يتوقف على القرارات والقرارات غير منتظمة عادة عادة بنتخذ قرارات بشكل متكرر وبالتالي إحنا هنحتاج كإدارة إلى تقارير بشكل متكرر لكن إذا انتقلنا إلى الفروع الأخرى للمحاسبة هنجد أن هناك بعض الاستخدامات التي تحتاج إلى توفير نوعية معينة من المعلومات لدينا النوع الأول من الفروع الأخرى للمحاسبة وهو محاسبة التكاليف إذا ذكرنا كلمة التكاليف فنحن نتحدث عن منشأة تقوم بعمليات صناعية عند حدثنا عن أنواع المنشآت هي منشأة صناعية تقوم بشراء مواد خام ثم تقوم بتصنيعها وتحويلها إلى منتجات فنحن نريد في داخل هذه المنشآت أن نعرف ما هي تكلفة الإنتاج وكذلك نريد مساعدة الإدارة في التخطيط ورقابة الأنشطة الإنتاجية بالإضافة إلى توفير أنواع أخرى كثيرة في هذا السياق لكن تحديدا باختصار نقول أن محاسبة التكاليف تهدف إلى توفير معلومات عما يخص تكاليف الإنتاج لكي تساعد في عملية اتخاذ القرارات داخل المنشآت الصناعي أيضا لدينا فرع آخر يسمى المحاسبة الحكومية جوفرنمنتال أكاونتنج نتكلم في المحاسبة الحكومية عن المحاسبة داخل الوحدات الحكومية لديها أيضا بعض العمليات ذات الطبيعة المالية فلابد من وجود نظام يتعامل مع هذه العمليات لكي يقوم بتسجيلها وإثبتها وخصوصا أن لها جوانب مالية ولكن عادة المحاسبة الحكومية تكون محكومة بالنظم واللوائح القانونية الخاصة بالدولة أو الخاصة بالجهات الحكومية ويكون هدف رئيس لهذا الفرع من المحاسبة هو تحقيق نوع من أنواع الرقابة على عملية المصرفات التي تخص الدولة وكذلك الإرادات التي تخص الدولة أو تخص الجهات الحكومية لدينا أيضا محاسبة الزكاة والضرائب تاكس أند زكاة أكاونتنج وهي تتناول تجميع ومعالجة المعلومات المالية لأغراض فرض أو ربط الضريبة أو تحصيل الضرائب وكذلك الزكاة في ضوء الأنظمة الضريبية والقواعد الشرعية يعني هنا بيكون إذا كنا بنتكلم على ضرائب فيكون عندنا طبعا القانون القانون الخاص بالضرائب أما إذا كنا نتحدث عن الزكاة فيكون عندنا القواعد الشرعية هي التي تحكم عملية تحديد مقدار الزكاة أيضا لدينا المراجعة أوديتينج لكي نفهم المراجعة يجب أن نتذكر الفصل بين الملكية والإدارة كما سبق القول إذا كان عندنا الإدارة تقوم بعملية الإدارة داخل الوحدة أو داخل الشركة عادة وهناك الملاك الذين تقدم لديهم تقارير مالية من قبل الإدارة فهؤلاء يحتاجون إلى جهة محايدة تقوم بالتأكد من صحة المعلومات التي تارد في التقارير المقدمة من الإدارة هذه الجهة المحايدة هي المراجعة فالمراجعة تهدف إلى التحقق من دقة المعلومات التي تارد في التقارير أو القوائم المالية ويتم ذلك من خلال أن وظيفة المراجعة تقوم بإبداء رأي فني ومحايد عن مدى صدق وعدالة المعلومات الواردة ضمن القوائم أو التقارير المالية ضينا أيضا النظم المحاسبية accounting system طبعا ده مجال بيهتم بتصميم نظام المعلومات المحاسبي وكذلك الإشراف على تنفيذه وتقييمه وكذلك إذا احتاج إلى تطوير أو تعديل أو تحسين